منتخب الشباب لكرة اليد أو الناشئين لكرة اليد موليد 2004 طبعا مكادة الكابتن وائل عبد العاطي نجمه منتخب مصر السابق بيلعب دلوقتي بطولة العالم في مجموعة بتضم التشيك اليابان مصر ايسلند اول مباراة كانت مع منتخب اليابان واشتطاع المنتخب المصري الفوز 4032 المباراة طبعا الشوت الاول انتهى بتقدم كمان منتخب مصر 2116 المنتخب بيضم ثلاث لعبين من النادي الاحلي هم محمد صلاح صانع الالعاب بلال ابراهيم وانجليفت معاز عزب لعب الدايرة والتاتة ليهم دور كبير ومؤثر مع الفرين تعرفين طبعا كرة اليد المصرية دائما ابدا ما تشرفنا على المستوى الدولي والاقليمي عندنا المباراة اللي جاية مع التشيك مباراة مهمة يعني نتمنى منتخب مصر لتصدر التصنيف زي ما قلت لحضراتكم طبعا ده لقطات من مباراة او عقب مباراة طبعا مصر مع اليابان فرحة المنتخب بعد الفوز وتهنات اللاعبين خلينا اقول كمان انه يعني مطشنا مع التشيك هيكون بكرة باذن الله ما فيش راحة مهم جدا تعتلي او يعني مجموعتك لان ده هيريحك في الادوار التانية المنتخب ده استطاع انه يفوز ببطوط افريقيا اللي فاتت بعد ما فاز على منتخب رواندا وسط جمهوره وملعبه طبعا ده الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي كان بيحضر مباراة يعني مهم جدا المنتخب ده هيعمل نتيجة لانه انت عارفين الفين واربعين هابدي كلم في تسعتاشر سنة المنتخب ده بعد اربع خمس سنين هيكون هو قوام منتخب مصر الكبير مهم جدا يعمل يعني كاس عالم كويس يثبته نفسهم بشكل جيد في ثلاث لعبين من قوام الفريق من النادي الاهل اتمنى طبعا كل التوفيق لهذا المنتخب وهنتبع مباراة مباراة بكرة لتشيك يمكن هي مباراة بكرة من اهم المباراة اشلان ده ايضا مباراة مهمة لهذا المنتخب كل التوفيق طبعا لمنتخب الناشئي لكرة اليد